من عقد على امرأة هل يجب عليه تجب عليه النفقة تجب عليه النفقة بالعقد إن كانت الأمور متعارف عليها بين الناس إن كان في العرف يعني بعد العقد أن المرأة تبقى مثلا أشهر معدودة قليلة ولا ينفق عليها الزوج فلا بأس بذلك في الحال هذه لا تجب عليه النفقة إن تعارف الناس بعد العقد أن المرأة أو الزوجة لا زالت في بيت زوجها والثلاثة أشهر والأربعة أشهر في الغالب هكذا بعد العقد يعني لا ينفق عليها الزوج فلا تجب عليه النفقة بمعنى الوجوب نقول لا إن تطوع بها من نفسه أو يعني هو قام بها وأما إن كان العقد يطول يبقى بالسنتين وكذا في الحال هذه تجب عليه النفقة وأما إذا دعته المرأة للدخول أو ولي المرأة دعاه للدخول يعني بعد ما قلوا الفاتحة فوت سبوع أو اثنين وبعدين ولي الزوجة أو الزوجة قتلها يا ولد انت قلت الفاتحة ما تخليني معلقة تعالى روح بي فإذا دعته المرأة للدخول تجب عليه النفقة ويجب عليه الدخول الاثنين يجب عليه الدخول وإن امتنع عن الدخول لأي مانع آخر تجب عليه النفقة إذا امتنع عن الدخول لأي ضرف آخر يعني تحجج بأي حجج لكن تجب عليه النفق في هذه الحالة فإذا لا تجب النفق إن تعارف الناس على أنه لا نفقت في الأيام اليسيرة أو في الأشهر القليلة وتجب إن دعته المرأة بالدخول ولو لم يدخل بها لأي عذر من العذار فإنها تجب عليه النفق بهذا العقد